والله يا جماعة الانتصار بيجيب انتصار قولنا كده كتير والفوز بيدي ثقة وبيدي كده سعادة للجماهير وسعادة للعيبة وجرأة للعيبة قام برح كنا كويسين جدا 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 في الشوت الاول هدفين في ثلاث دقايق تقريبا ولا اروع الزمالك في الشوت الاول كان الزمالك اللي احنا عارفينه لعيبة مركزة اللعيبة فايقة اللعيبة جاهزة كل واحد بيبزل اقصى جهد عنده في الملعب وشوت التاني حصل شوية تراجع ولكن نبسط نبص النص الايه كبال مليان كده نبسط باللزمالك بيرجع واحدة واحدة بنستعيد قدراتنا فنية نبدنية وبنسجل بكرات جميلة بتزديدة ولا اروع من امام عشور بنشرقي بيظهر مرة تانية بروقانه بفوقانه بتركيزه في الملعب زيزه ما شاء الله حدث ولا حرج هدف بلوب عظيم جدا بأسست من امام عشور لعبتنا مبارح شوط الاول ياخد امتياز صراحة شوط التاني بدأنا شوية نلقى ولكن انا سعيد الجمهير كلها سعيدة وشنا بينور بعد الفوز وشنا بينور مع كل هدف جميل يعني بعد جون زيزه ده انتنا ايه قعب امريح خلص على الكنابة كده مبسوط بقعد مبسوط بقشرب قهوتي وقعب مبسوط هو ده الزمالك هو ده رواءان اللعيبة هو ده اللعبتنا اللي ما عندهاش ضغط بتسجل بقريحية بنلعب بقريحية هو ده لعبنا اللي احنا عايزينه فيه مشاكل طبيعي كل اللقاء فيه مشاكل كل اللقاء فيه بعض التعدادة ولكن دفاعياً ظهرنا بشكل افضل وسط الملعب كان مظبوط اكتر من قبل كده فان شاء الله اللي جاي يكون افضل زمالك مبارح اسعدنا كلنا على فوزه فوزه على الجونة الاتنين واحد ومواصلة الانتصارات والانتصار هيجيب انتصار هيجيب انتصار مش هنتكلم كتير خالص على ماتش الجونة خلاص ماتش تلات نقاط فوزنا فيه نقفل صفحته نركز بقى على الماتش المهم جدا اللقاء اللي جاي يوم الجمعه ان شاء الله الزمالك الوداد اما وغاية في الاهمية لبعض الامور وبعض اللي اعتبرها كده اولا ده دربي عربي يعني كبير جدا المكسب فيه ضرورة مش اختيار ثانيا الفريق محتاج يكسب علشان يفضل عندنا حظوظ وامال في التأهل للأدوار القادمة تالت حاجة ده اول ظهور لمدرب البرتغالي فريرة ويعني لازم نظهر بشكل قوي ان شاء الله بدأ فريرة استلم المهمة والجمهير كلها في انتظار البروفيسير رابعا استمرارية في تحقيق الانتصار والفوز التالت على التوالي ده مهم جدا جدا خامس حاجة ان احنا يعني وعندنا مزيد من الثقة في الملعب عندنا قدرة اقوى في الملعب لازم ثقاتنا تزيد واللعيب من فوز لفوز من فوز محلي لفوز افريقي بياخد ثقة اكبر اللعيبة بتبدأ تركز اكتر الانسجام بيزيد طول ما المزاج رايق والمزاج والدماغ مركزة داخل الملعب مش خارج الملعب جمان لازم ندعم لازم نشجع لعبتنا وده اللي بيحصل دايما من جمهير الزمالك جمهير الزمالك بتدعم في كل الاوقات كمان اول ما عرفنا ان في فريرة كل الناس بدأت تساند بقوة وعارفين ان المباراة مش سهلة ابدا عارفين المباراة امام الوداد يعني هتبقى صعبة جدا الوداد فاحسن حالاته على فكرة دلوقتي الوداد حاليا فاحسن حالاته يعني عنده مجموعة كبيرة من اللاعبين متصدر الدولي المغربي عاوز يعمل ننتيجة اجابية في المنش اللي جاي علشان يضمن تأهله لكن الزمالك لازم يركز وزي ما الوداد فريق كبير الزمالك فريق كبير وتاريخ كبير جدا وزي ما احنا عاملين الوداد حساب هم عاملين الزمالك الف حساب الزمالك في القاهرة اللقاء هيكون قوي جدا بين البشخيقين ولكن احنا في مطش الزهاب كان عندنا بعض الاخطاء كان عندنا بعض السوق التوفيق سوق التوفيق قدت لاخطاء يعني ممكن كرة عادية تقع من ايد جون او تغبط في مدافع ما تروحش بالشكل ده ولكن احنا الزمالك احنا الزمالك الحظ لازم يعمل معنا كده عادي جون طالع يحط الكرة بالبوكس صعب جدا لانها تغبط بالقوة دي وتلف وتنزل هنا لا فتلف وتنزل على وش رجل مدافع في زاوية ميتة تماما فتروح في مكان صعب يعني سيناريوهاب ما بتحصلش غير معنا خلاص احنا عرفناها حفظنا السيناريوهادي ولكن ان شاء الله امامنا ثلاث نقاط نقدر نعدي بيهم مرحلة نقدر نعدي بيهم نقدر نكمل بعد فوزنا المهم جدا على الجون اخدنا نقاط ثلاث نقاط وصلنا الخمسة وعشرين نقطة ده حاجة مهمة جدا الفوز التاني على التوالي لعدنا زيزو يتصدر يعني لأحد الهدافين هداف الدور المصري برصيد تماما اهداف عندنا سكواد قوي جدا للاعيبة بدأت ترجع لمستواها ولسه في انتظار عودة باية اللاعبين كمان لما يرجع بقى كابتن طريق حمد ويكون في جهازيته وفرمته موضوع هيختلف تماما جمهور الزمالك سعيد بالروح اللي موجودة مش هقول سعيد بالمستوى عشان لسه مش ده المستوى اللي احنا محتاجينه مش هو ده الزمالك اللي احنا عارفينه ان شاء الله اللي جاي يكون افضل الروح كنت عالية جدا ماتش فيودشار ماتش الجونة ماتش الوداد محتاجين روح ومحتاجين مستوى محتاجين تركيز علشان نفوذ وناخد خطوة كمان للأدوار القادمة ان شاء الله في بطولة أفريقيا وحلم كل الزمالكوية